السلام عليكم طبعا اليوم صارت عدي حالة بالدجاج اللي هو الدجاج عديك الابراهما اللي موجود عدي مثل ما يشوفون عينه يعني هالبارحة كل شما بيه اليوم عينه مورمة وجهة مورم مو كله بس نص من عنده يعني وهاي الحالة دائما يصير عندنا بالدجاج يعني هوا يسيلوني عنها بالقناة بالتعليقات هوا يسيلوني التو عن هذا الموضوع جاي يتكرر عندكم هو جاي يصير هاي الحالة المرضية اللي موجودة عندنا اخوان هو مشرط مريضي يعني مرض ويروس أنا ملقي حنا الدجاجات احتمال ضربة احتمال ورم يعني فمو شرط انه يكون معدي لان هو مثل ما شفتوا البارحة اذا تلاحظون الفيديو القبلة البارحة بالضبط صحته زينة اديش هذا فاش نستخدم له من علاجات نستخدم له عدي الصارح عصارة مال العيون وعدنا اي مضاد حيوي نستخدم له اي مضاد حيوي يعني ممكن الاموكسيل التتراسايكلين اهوائي عدنا مضادات حيوية نستخدم له ابل مئتين وخمسين نستخدم له ابل مئتين وخمسين مرتين باليوم يعني الصبح ورا الريوق نطيق قبل ان يتعشع ورا ما يتعشع تطيق همين كابسولة العصارة مال تلعين هاي كلش مهمة هي هم انتيبيتيك ما العيون يعني عصارة ما العيون تتاخذها من اي صيدلان وهذا العلاج بشري وفعال وهي راح تصبح تجربة قدامكم وان شاء الله هي طيبة ما ازم مئة بالمئة بس اذا نستمر احنا على هذا العلاج لمدة ثلاثة ايام اذا ما شفنا نتيجة نطيق نغير الانتيبيتيك اللي جاء نطيق الان بس هذا المرهم مال العيون لازم نطيق نستمر عليه يعني هذا مثل ما شوفون ان عصره فوق العين مالته وندلك العين كلها حتى الورم اللي صير على خده همي ان ندلك بالمرهم هذا دهن يعني دهن مال العيون موجود بالصيدليات وسعره رخيص يمكن على دينار الدجاج الباقي ما بيشي بس هذا الديش البارحة مثل ما قلت لكم ما بيشي اليوم ضربة احتمال تعارك ويديش اللويا احتمال ضربة معرف تأكدوا انه المرهم هذا دهن نخليه على العين يعني على نفس العين كون يتخليه جوه وعالورم كلته ورم نطيل نخلص من المرهم نطيل هاي طبعا أبو 500 هذا أبو 500 نطيل حبايا واحدة باليوم والأفضل أبو 250 بس ما كان عندي يعني موجود فقليت له هذا أبو 500 نطيل حبايا واحدة باليوم كابسولة نفتح حلقة مثل ما تشوفون وندخلها بحلقة ونتأكد انه بلعها الكابسولة ما يذبها مرة ثانية يعني راحت بالمعدة مالتة مثل ما نقول بالحوصلة وورا ما نتأكد انه بلع الكابسولة نفتح الحلقة مالتة حلقة الديج ونفتح ونحاول نبوع إذا به تقرحات أو حبوب يصير مرات يحمل جراحة يعني فصير إذا حمل جراحة معنات عدلتها بقى ونقدر ننظف بكلينيس أو شاش شي وصطة صغيرة مال شاش ندخلها بالبلعوم مالتة ونسحب هاي التقرحات اللي صير بالبلعوم مالتة هذا بس الديج الحمد لله بس هذا الورم اللي بوجه وبعين بس فقط فنطيع انتي بايت طبعا الأوموكسيل أنا مجربة والتتراي سايكلين أيضا مجربة بهيش علاج هيش أمراض يطي نتيجة وأتمنى لكم كل التوفيق وأي استفسار عن هذا الموضوع حمي أن يكتبوا لي بالتعليقات والله يبعد عنكم سوء كل سوء إن شاء الله عنكم وعن حلالكم